و أنا أرجع لك محمد عشان أتعلق لها النقطة في ناس كثير عندهم مهوس هو خوف هو قلق هي طبيعة أنه عادي يسولف معك مكالمة عادية وينك وين رايح هو الريد يسجل المكالمة تتكلم معاه في السناب يحفظ المحادثة ترسله حاجة في الواتساب يصور المحادثة تتكلم معاه أنت جالس ومعك ثلاثة أنت تسولف معاه وفاتح الاسبيكر وجنبه أربعة هي طبيعة أنا ما أتكلم أنه هي بقصة سيئة و الأبنية غلط لكن هذه طبيعة أن كشخص هذا الفعل مجرم قانوني نص نظام الجراءات الجزائية على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة التسجيل على أي شخص مكالمات أو صور أو شيء من ذلك إلا بإذن من الجهة المختصة و لو كانت جهة حكومية فلا يجوز لأي حتى رجال الضبط الجنائي الآن الآن رجال الضبط الجنائي لو يتابعون جوال أو يتابعون أي مكالمات لا بد أن يكون هناك إذن من النيابة العامة كونها هي المختصة و إلا كان الإجراء ضاطل يعني الآن فلا يجوز لأي شخص حنا نتكلم عن رجال دولة و رجال قانون و يؤدون عملهم فما بالك بشخص يعني يمارس هذه الأمور من تلقاء نفسه لو رفع شخص دعوة على شخص و طالبه القاضي بالبينة أو ما يتبت الدعاء ثم أثبت بمكالمات سجلها بدون علم الشخص تقبل هذه؟ إذا أقر بها المدعى عليه إذا أقر بها المدعى عليه و له الحق مستقلا عن هذه الدعوة أن يرفع قضية أن يرفع عليه دعوة المستقلة كونه سجل عليه بغير إذنه جميع طيب أرجع الآن على اجتماعيا إحنا في مجالسنا يعني أقل ما نقدر نقول عليها إنها عيب أنت جالس في مكان و الشباب اللي جالسين معك و إلا أنت و الفتيات و الأهالي و الجيران و الأمهات اللي جالسين معك في البيت و عزمتكم و فلانا و إلا عزمكم و فلانا و جالسين و تسول فون و مبسوطين ترفعين جوارك و تصورين فلانا و علانا و أنت ترفع جوارك و تصور فلانا و أهلا و سهلا يعني إحنا ترى ما ندعي مثالي إحنا نسويها مارسة بأضحان من غلالة شعر إحنا طبيعي يمكن بحكم ميانتنا على اللي حولنا نسوي هالشيء لكن يمكن الواحد يستحي يقول بعد إذنكم أبغى صور يقول ما في أقول أخل عشان يجي المكطع عفو فهل إحنا نقول ندرجه تحت كلمة عيب والله عيب والله حقيقة عيب لأن حيانا قد يكون واحد أصلا يأس ياكل و لقط في صورة و قاعد فاتح الفم و الأكل على فم و منظره مبسوطين يعني أو قاعد يتكلم و لقط في صورة و منظره و قاعد يتكلم و فاتح فم و منظر يعني يجي هنا لقطات يعني لما يشوف صورته بكر يقول يخوش هذا هذا أنا لما يجيك واحد و يصور الشاشة و تنزل في مكان و ثم تسير ما في حق و لراحوا لدكتور بكر و برفعنا قضية زعل أيوة زعل الرجال أنا ترفع لي قضية ليش طب و أنت ليش يتصورني هذا طبعا هذا زيل اللي يستأذن الناس يعني أو يعلم الناس مشكلة بعض الناس يدس كذا أنا أعرف شخص الله ينزل خير كان حالة الواتساب عنده لا إله إلا الله فضائع كل العالم عرفنا من تقهوه معه و من راح معه و من جلس معه و فعلا صار حتى بعض الناس يعني انتقده في هذا الجانب مشكلة أنك لما تصور واحد و قايل الواحد بدي مشغول ثم يطلع في السناب و يطلع ذا أنه معزوم أو في مكان فلاني أو كان يصرف يعني فصارت فيها شكاليات نحن بعيدين عنها يعني فما بالك بالأسرة صمام الأمان الحفظ الرعاية إلى متى وهؤلاء الناس انجنوا أصبحوا مثل المجانين في مسألة البحث عن الشهرة و البحث عن المال قبل ما تروح مرضو عصر بس عشان أنا أقفل هالمحور بالتحديد جيد السؤالي سألته الدكتور بكر بخصوص الأشخاص اللي عندهم هوس التوثيق لكل أمر هذا بلا شك احنا كيف نعالجها هذا مرض والله وهذا نقص الشخص هذا نقص ليش لأنه قاعد يقول للناس تراني أنا راعي كافيهات و راعي طلعات و راعي جلسات و راعي و راعي و غير فتلقاه يصور ما صور شاهي صور كافي صور سيارة صور طريق صور شجرة صور كل شي كل شوي جارس في المجلس ما غير يصور هذا مرض يا جماعة الخير والله مرض الإنسان اللي يقع في هذا الشي يشعر بأنه لا بد أن يعالج نفسه شوف الحل يعني لا بد ينتهي ينتهي وتنتهي طريقة في هذه الحياة يعني مسألة أنك تصور كل شي من أجل الناس يشوفونك والله شبابي و أنك فلاوي و أنك راعي طلعات و جيات و أنك ما شاء الله عليك يعني هذا نقل يعني ما أدريش يسمونه يعني تقمص تقمص شي مهم موجود في حياته و في الغالب هؤلاء تجدهم مساكين من داخل يشعر بالنقص الشخص الواثق من نفسه هذا الامور ما تعنيه للمستواها الفكري و مستواها النفسي و مستواها العقلي أعرفع من هذه الأشياء يعني ممكن تصور بمو مشكلة الذكريات حلوة مو بعيب لكن كل شي خلط طيب في نقطة مهمة بسألك فيها يعني بعض الناس وصل فيهم الحال أنهم يخافوا من يؤمنون بأن العين و الحسد موجود أكثر من إيمانهم بأن الله هو الحافظ طيب إحنا على الأقل نقدر يعني نخوف الناس من هذا الموضوع على الأقل إذا أنت ما قفت اجتماعيا خاف شوية على نفسك ممكن تجيك العين يعني الحافظ هو الله عز وجل لكن أنه الإنسان يوصل يقول يا أخي احفظ نفسك وأسرتك مثل ما قال دكتورة الناس فيه ناس محرومة قد يخرج منها حسدا وهي أصلا لا تقصده فتضرك أنت تضر من صور أولا لا بد أن نفهم جميعا يا أجمع معاليش اسمحوا لي أن هذا مما عمت به البلواء وهذا موجود في الشرع عندنا إذا كان الأمر مما عمت به البلواء فيتغير حكم الشرعي معه يتغير نعم إذا كان مما عمت به البلواء فمن باب أولى أن نتقبل اجتماعيا بلوى السنابشات والإستقرام والتكتوك وغيره يعني نتنازل في هذا الموضوع موضوع تسويق لابد أننا نحتوي هذا الأمر ونعالجه ونعرف كيف نتعامل معه لأن نغلقه ونصده هذا مستحيل لأننا الآن نطلب المستحيل لذلك أنا أقول مما عمت به البلواء وسنابشات مثلا اللي يصور كل لحظاته أنا بالنسبة لي شخصيا أنا إذا سافرت أنا والله من نوع لأصوره شيخ فأنا مريد صور كلنا نتكلم عن كل شخص وكل شخص أنت قاعد صور يومياته كلنا نصور يومياته هو يفرش أسنان يصور هو قاعد يغسى في الحمام يصور وهو قاعد فيه ناس كذا وصلت مرحلة نتكلم عن الشخص اللي بالغ ولنا نتكلم عن شخص كلنا نتسافر تصور كلنا نصور يومياتك نعم نعم نحن يريد أن نتابع سنابك سنابك دكتور فراح ننشوف اليوميات الحلوة أنا يعني التصوير الأصل فيه إنه يكون أنا بالنسبة لي إذا كان عندي وقت فراغ أو نبي نشوف المشاهدين أي هذا الطبيعي كل شخص تواصل اجتماعي هو يعتبر نوع من التواصل الاجتماعي ومما عمت به البلواء ولا مانع يعني ولا فيه أي محذور شرعي أنه والله أنشر كوب كافي أو رايح مطعم أو شيء من هالقبيل لكن اللي لازم أن نفهمه بعد أكثر وأكثر لا سيمة للأسر للزوجين للأبناء في بيوتهم أنا عندي بعض العملاء بعض المشاهير السوشال ميديا في السناب شات وغيرها فأتحدث معهم أحيانا بشكل ودي فقلت الواحد يعني من هالكلام أنت تصور الله يصلح كل شيء ما أبقى شيء إلا صورته تمام فرد علي رد جميل جدا قال يا دكتور أنا أحسب كم سنابة باليوم توتل السنابات اللي عندي لا تتجاوز الساعتين فقط من 24 ساعة من 24 ساعة من يومي كامل ما يتجاوز الساعتين وأظهر أفضل ساعتين في يومي أما باقي يومي أنت تعرف بعضها مشاكل هذا كلام حقيقي فمن الغلط الأبناء والبنات والشباب وإحنا جميعا نأخذ تصور أن هذه الحياة طول اليوم لا يا أخي هذه ترسل فقط ساعتين هذه فقط ساعة فقط هذه الساعات باقي عندك 20 ساعة 21 ساعة من يوم هذا المشهور أو هذه المشهورة كيف يقضون هذا اليوم أنت لا تعلم فلا يحكم الشاب ولا الشابة ولا الزوج ولا الزوجة ولا يقارع ما يجوز لها المقارنة صحيح ما يجوز لها الأصل مقارنة هذه خلاف العقل مخالفة للعقل تقيس حياتك كاملة يومك كامل مع زوجك أو مع زوجتك على ساعتين شفتها مع مشهور أو ساعة من يومه هذا غير معقول وغير مقبول عقلا أصلا والقياس هنا فاسد جميل